موسيقى الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه فنحن مصلي عليه طبعا الصلاة عليه هي الصلاة على آبائه لأنه أحيا مدرسة آبائه سلام الله عليه صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله هؤلاء شيعتك اليوم وغدا يحيون ذكراك في نفسها إحياء الذكرا فيها اشتلهام لسيرتك لفضلك عليهم شنو فضل أبا عبد الله علينا لابد نعرفه ما هو فضل أبي عبد الله على المسلمين جميعا لابد نعرفه الليلة ما هو فضل أبي عبد الله على النصارى والمسيح واليهود والبشرية لابد نعرفه الليلة كل هذا لأبي عبد الله له فضل أين يكمن فضله فضل أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه في المحافظة على ما كتبه علي عليه السلام من سنة النبي تدرون هنا مسلمين نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد صلى الله عليه وآله المصدق ما لها أنت صادق له كاذب الثانية وأشهد أن محمد رسول الله هذه الشهادة لمحمد صلى الله عليه وآله بأنه رسول الله هي اللي رح تبين أنك فعلا تعبد الله تعالى وحده لا شريك له صحيح حالا ليش؟ لأنك تؤمن أن محمد صلى الله عليه وآله رسول من عند الله جاءنا بكتاب الله اللي هو القرآن الكريم جيد فهذا القرآن الكريم يراد لبيان لتبين للناس ما نزل إليهم يعني محمد صلى الله عليه وآله مو مجرد بريد جاءنا بكتاب وبلغه للناس وقال يلا روحوا بعد لا مهي شيء كما يقول البعض لا لتبين للناس ما نزل إليهم وذن وظيفة النبي تبليغ الكتاب أولا وتبين معنى الكتاب خب من كيف يبين؟ لا الله بيّن له ما يريد بقوله من يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وشون نصلي يا رب؟ هنا الله نزل جبرائيه قال له صلي اقبال محمد صلى الله عليه وآله أول علم الصلاة وصلي اقباله وخلص فالآن صلوا كما رأيتموني أصلي هذا معنى البيان البيان بيان النبي لتبين للناس ما نزل إليهم شواء بقوله أو بفعله أو بإقراره سنة النبي فإذن سنة النبي هي بيان للقرآن الكريم والدين عبارة عن كتاب وسنة جيد فالمسلمون بيهم ناس يشتغلون بالأسواق ومو كل شيء قاعدين يقبال النبي وبيدهم دفتر وقلم ويكتبون لا يسمعون مثل اليوم الآن الموجودين بيهم متفرغون وبيهم ناس كسبة وبيهم وكل واحد على شغلة ويجي يسمع بالمقدار بيهم باللي لازم ورقة وقلم وبيهم اللي جاي بتسجيل ويسجل باقي الزمان ماكو تسجيل حافظة مخمالتة يحفظ يصير الله سبحانه وتعالى لو رسوله يترك الأمر هكذا ومحمد خاتم الأنبياء مع بعد رسول لا تعال يا علي تعال لي يوميا أنت إلك لقاء شنو يا رسول الله الدرد شوي يا علي سولك لا الله أملي عليه كل علم السنة النبوية كل ما علمني ربي أمليه على علي يكتب فعلي عنده شاعتين باليوم يكتب عن النبي احسب احسب عشر سنين في مكة في المدينة السنة اش قد بيها ثلاثمائة وخمسة وشتين يوم فيه اثنين لأنه مرتين باليوم فيه عشرة يلا شقيد يلا أنا أريد أهل الرياضيات بسرعة ينطيني جواب ما عنده لي أنا أول مرة يسمعها أول مرة يسمعها أول مرة يسمعها شقيد صار ها منك منها يقوم واحد يقول لها القيد يقوم واحد من الجماعة يقوم يقول هل قيد يصيح شقيد خش توافقوه ساعة سبعت آلاف وشقيد ساعة النبي يملي وعلي شنو يكتب بخط يده هاي كتب عليه هاي كتب عليه في السنة النبوية من أجل شنو من أجل مرضيع السنة النبوية حتى أكو قرآن وأكو إياها سنة نبوية فإذا القرآن وكتاب علي فإحنا في هذه الليلة موضوعنا شوية تنطين من وقتك شوية والحديث مو فقط إليك أكو ألفين مشاهد كما أخبرني سيد الله يطيل بالعمر ويحفظ ويتقبل منا أنه أكو وأيضا أكو قناة كربلا إن شاء الله يوفقون أن يبثوا في العالم فأنا أخاطب العالم بصراحة أريد وأنا منه ولكن أنا واحد من نشيعتهم وفقه الله تعالى أن يفهمهم وبالتالي أن يعرف بهم فالليلة أريد أن أعرف لمليار مسلم سني ولمليارين أو ثلاث مليارات مسيحي ويهودي ولغيرهم عمي المسلمين ليه صاروا الشيعة وسنة من السني من الشيعي قالوا يفتهمون نحن ما نريد ننسوا تفرقة أبداً ما عدنا تفرقة ولكن هذا واقع حال الإمام الصادق عليه السلام عند جماعة سماه سموا بالجعفرية والقاعدين منهم واليوم يحتفلون يحتفون بذكر وفاته وبكرة ما شاء الله من التعازي ما عجب الإمام الصادق يريد هالخمسمية هالشتمية لو كان يريدها للكل أقسم بالله صادقة إنه كان يريدها للكل يعني هذا المليار مسلم كان يريد يوصل الإمام الصادق صوته وكان يصير مثلكم لكن أكو موانع كن نفهم هالموانع هم همكون يفهموها للموانع مو من الإمام الصادق وأنت همكون تفتهم هذول صاروا صاروا مليار سني على طريقة الأشعري شنو السبب ليش معقولة يعني يترك الإمام الصادق اللي ما درسته ما درشت علي وكتب كتب علي معقولة أكو واحد يعني عنده دين يقبل بهذا والله ما أكو خلينا أنا نعرف بهذا مذهب الأغلبية اليوم المسلمون عدهم في العقيدة مذهبين المسلمون على مستوى المعتقد مذهبان كبيران مذهب الأشاعر وهم الأغلبية وهم الأغلبية اليوم يدين بهذا المذهب مليار مشلم شموهم شنة أقبالهم نص مليار نص مليار يعني خمسمائة ألف ستمائة ألف شموهم شعة خلينا نشوف شن الفرق بينهم بعض بالمذاهب أكو أربع مذاهب يرفعون عقيدة الأشعرية فيقولون إحنا أشاعر صحيح إحنا أربع مذاهب لكن إحنا كلنا يجمعنا بالعقيدة مذهب واحد هو الأشعرية من هذا الأشعر رح يجيك والشيعة الجعفرية اللي مرات يسموهم غيرهم يسموهم يسموهم الرافضة وتتدري معنى الرافضة شنو الرافضة من يقال عليك رافضي يعني يباح دمك طبعا إلى اليوم أنت من تعرف أنك رافضي وواحد يخلو بك من الأشعرية والله يحز رقبتك بالتنكة ورقبتي بالتنكة ولذلك إحنا جمعنا اليوم ترى على يدينا مليار مسلم أشعري بالعقيدة وأقلية اللي هي نصف مليار جعفرية رافضة ومن الأشعر هذا حفيد هم يقولون قل أقرى لك حتى لا يقولون شيء سامي من عنده يحتي اللي يقول هذا الكلام ابن عشاكر رحمة الله عليه من العلماء المسلمين السنة توفي سنة خمسمائة وواحد وسبعين يقول عنده كتاب اسمه التبيين في معرفة الأشعري مذهب الأشعري ترجمته طبعا الأشعري أبو الحسن الأشعري البصري من أهل البصرة توفي سنة ولد سنة مئتين وستين وتوففي سنة ثلاثمائة واربع وعشر ما أدري هذول اللي قبل الأشعري شنو عقيدتهم سؤالها خلي على صفحة حتى تناقش لأن أنا مو وظيفتي ألقن كل شيء لا أنا وظيفتي أفتح الذهن وأمطي الخط العام شي قول عنه قل الشيخ أبو الحسن الأشعري البصري من ذرية أبي موسى الأشعري تعرف الأبو موسى الأشعري شيخ طريقة أهل السنة والجماعة معدهم غيره هذا تعبيرهم وتعبير أي واحد اليوم من أهل السنة هذا يعبر ما عنده بعد وإمام المتكلمين وناصر سنة سيد المرسلين والذاب عن الدين والساعي في حفظ عقائد المسلمين سعيا يبقى أثره إلى يوم يقوم الناش لرب العالم إمام حبر تقي بر حمي حما جناب الشرع من الحديث المفترى هذا نهض حتى يحمي ويصون حديث النبي من أي حديث إضافي والرجل بعد أنت من تقرأ هيت شيء وصف شنو عندك غير التسليم إلى زين رجل بهالوصف مهم كان منتشباً إلى المعتزلة ثم خرج عنهم إذن كان معتزلي مثل ابن أبو الحديد هم معتزلي هذا حديث عن المعتزلة معتزلة أهل بغداد ومعتزلة أهل البصرة المعتزلة ما نريد أن ندخل بهذا البحر ثم خرج عن المعتزلة سنة 300 هجلية قال عمي أنا مو معتزلي وصار من أعداء أعداء المعتزلة إذن مؤسس العقيدة لمليار مسلم سني ظهر سنة 300 وين شدتوا قبول شنو عقيدتكم قبول ضائعين والله ما أنا أفتري ما من أفتري لكن يقول قبول هذا هذا الرجل ظهر بهذا الوقت وبالتالي أهل المذاهب الأربعة عقيدتهم الأشعرية شنو عقيدتهم يعتقدون أن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل هم الأفضل الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم علي رابعان آي عقيدتهم بعد أنه بآخر الزمان النبي قال سوف يظهر الله في آخر الزمان رجلا من أهل بيتي بعد ما تمتلئ ظلما وجورا يملأها عدلا قسطا وعدلا من أهل بيتي من ذرية فاطمة هذا بالمستقبل يولد كلهم يعتقدون مذاهب الأربعة الأشعرية يعتقدون بمهدي يولد في آخر الزمان ينصره الله على المشركين وعلى العالم ويقيم دولة العدل ماكو خلاف بين الأشعرية وغيرهم ماكو خلاف لدى المسلمين جميعا أن الدين محمد صلى الله عليه وآله في آخر الزمان ينتصر ماكو خلاف على هذا بل أكثر من هذا ماكو خلاف أن عيسى باقي حي إلى اليوم أبقاه الله تعالى حي لا عند المسلمين ولا عند المسيحيين وكل المسلمين الأشاعر اللي على مذهب الأشعر واللي على مذهب الإمام الصادق عليه السلام يقولون كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم يعني بآخر الزمان ينزل عيسى ويصلي خلف إمام المسلمين هذا هم اتفق عليها السنة يقولون إمام المسلمين ذاك الوقت ممعصوم ولا نبي الشيعة يقولون إمام المسلمين معصوم صاحب معاجز مميز ما يصير يقولون ما يصير نبي كعيسى ملأ الدنيا معاجز يصلي وراء واحد ممعصوم عقيد الشيعة فرق هذا آخر الزمان قالوا إن أبا الحسن الأشعري لم يبدع رأيا فالزال ما جاب رأي من عنده ولم ينشئ مذهبا تبه علي جيدا أيها المسلم في شرق الأرض وغربها وإنما هو أبو الحسن الأشعري مقرر لمذاهب السلف إذن إحنا نعتمد على الأبو الحسن الأشعري في تقرير مذهب السلف منهم السلف يقصر الأول والثاني والثالث والرابع سلف سلف وبخطيئة ذول قبل أبو الحسن يعيشون في فوضى إجا أبو الحسن الأشعري وقرر لهم طريقة السلف وهذول مش وراء لك البركة ما عدنا إحنا ما دنسب أحد اليوم سوف فالانتشاب إليه أن تقول أنت يا سني أشعري مو دا تقلده وإنما دا تتخذ منهج لمعرفة طريقة السلف ما عنده هو مذهب الرجال وإنما قرر لك السلف قل لك منها الطريق من يم أبو الحسن الأشعري العبرة أنت شو تقول طيب خليها لك لا تقول ليها قلها بقلبك شو تقول أنت من يم حادر منه العبرة هاي عليها دليل دا نشوف هاي منه أدل عليها هاي من أدل عليها وحادر شوكت حادر ماذا من رسول الله زمن رسول الله علي يدلين على الدين محمد صلى الله عليه والله هاي الحقيقة اللي يريد يعرفها العالم أجمع في قبال الأشعرية اللي هم المذاهب الأربعة وهاي عقيدتهم في قبالهم مذهب الأقلية الجعفرية في قبال الأشعرية أكو الجعفرية هنا الجعفرية هم عقيدة وهم مذهب هناك عقيدة والمذاهب الشافعي والحنفي والحمبني والمالي مختلفة يقررهم العقيدة هنا جعفر ابن محمد يقرر لهم المذهب والعقيدة هذا امتياز ويعرفون بالرافضة وكانوا زمن أبي جعفر المنصور تستحل دماؤهم بالانتماء إليه من يعرفون أن هذا جعفري خلاص دم مهدور آه زمن جعفر أبو جعفر المنصور وإن شاء الله يجي يساعدني الوقت أن أتحدث أكثر تفصيل قال أبو بصير للإمام الصادق سلامه إنا قد نبزنا نبزا يعني وصفنا بوصف إن كشرت له ظهورنا وماتت له أفئدتنا واستحلت له الولاة جماءنا من يقول رافضي خلاص أنت مو جلدك راح للدباغ وأنما قتلت تماما قال أبان ابن تغلب هناك قال منه؟ قال الشافعي قال ابن عشاكر يصف الأشعري هنا منه دا يقول قال أبان احفظه انت شيعي ها احفظ قال أبان ابن تغلب منه هذا أرجوكم كم واحد منكم سامع بأبان ابن تغلب يا خائدة أرجوكم أرجوكم الحمد لله ربع ربع القاعدين سويا ثلث قاعدين ضيعونا ضيعوا حتى أسماء رموزنا قال أبان من هو أبان متكلم الشيعة في زمن الإمام الصادق رام الله عليه ما قال طبعا توفي الإمام الصادق سنة 148 فإذا أبان توفي قبل يعرف الشيعة من هو هذول الشيعة ما قال هذا أحفظه لأن هويتك هنا هويتك اللي يريد هذا الإمام الصادق بهذه الليلة هي هاي الشيعة إذا اختلف الناس عن رسول الله أخذ بقول عليه صحابة وعلي ناس يجي كل واحد يقول أنا شفت النبي هيتش داقي يقول أنا شفت النبي هيتش يتوظى الثالث يقول هيتش كل واحد على قدة قلنا ما متفرغين وبالتالي أفهامهم مختلفة فقطعا يختلفون ثم أكو منافقين القرآن يقول ومن الناس من يقول آمنا بالله وما هم شنو يعني هذا يكذب والنبي هم يرون هم يرون كثرت الكذابة علي بزمانة فإذا أكو اختلاف رح يصير عن النبي كل واحد يقول شكل الشيعة هنا يبينون إذا اختلف الناس عن رسول الله يريد الشني يريد شنة النبي أنا وياك والمسلم اللي مليار مسلم يريد شنة النبي كل واحد يريد من عندنا شنة النبي يريد يريد يدور على شنة النبي خطية أولئك يروحون على أشهر الشيعي يروح على علي وين علي علي شي يقول أخذوا بقول علي هذا شيعي جيد وإذا اختلف الناس عن جعفر علي استشهد سنة أربعين واحد وأربعين هجرية خب بين علي إلى جعفر شكاد فد مية وعشرين سنة مية وعشر سنة قائمين سنة سنة سيختلفون عن علي وحد ما يقول علي علي يقول ما يقول علي يقول الذي يفضلني على أبو بكر وعمر أجلده جلد حد مفتري سيقبل صدوق لا هو الله موسيقى هذه الكلمة كذبت على علي يعني إذا واحد يقول علي بالفضل رقم واحد مو رقم أربعة أو مو رقم اثنين علي ما يقبل علي هذا كلام مما كذب على علي ونروح يسوف الإمام مصادق وهكذا في الوضوء وهكذا في الخمس وهكذا في السنن وإذا اختلف الناس عن علي أخذ بقول جعفار السر في ذلك هو أن علي قد كتب عن النبي كل السنة مكتوبة قال لا حد ما لكم يا شيعة تقول علي كتب هلق جيبونا دليل حالة البركة شنو رأيكم بالنساء صاحب السنن عندنا كتب ستة وعندنا كتب أربعة هذا لا بد أن تعرفها ويعرفها العالم كتب ستة وكتب أربعة كتب الستة عند السنة كتب الأربعة ما للشيعة السنة يقدمون الكتب الستة أنها فيها سنة النبي الشيعة يقدمون الكتب الأربعة أنها فيها سنة النبي ويأب أكو اختلاف إي طبعا أكو اختلاف إذن انتشيعي لأنك أخذت بالكتب الأربعة انتشني لأن أخذت بمن بالكتب الستة وذلك أنتشيعي لازم بيتك كتب الأربعة إذا لديك فلوس زايدة هم اشتري الكتب الستة حتى تسوي مقارنة بيناتهم حتى لا تبقى مغمض أحد الكتب الستة النسائي إمام من أئمتهم عند كتاب السنن هي السنن أربعة والصحيحان وماكو واحد ما شامع بصحيح البخاري وصحيح مسلم هذا النسائي صاحب السنن بالفقه عند كتاب اسمه خصائصه علي بن أبي طالب أرجوك روح اشتري مو أرجوك واجب علي كنت اشتري وتقرأ من الألف لليا لأن هذا إمام من أئمة السنة يروي فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام ومن جملة ما رواه في كتابه يقول عن علي أنا كانت إلي في اليوم والليلة جلستي مع النبي جلسة بعد صلاة الصبح وجلسة بعد صلاة العشاء ما يحضرها أحد إلا الزهراء سلام الله عليها والحسن والعزين والإمام الصاد سلام الله عليه عليه وضح شنو هاي بهذه اللقاءات بهذا الوقت اللي هي سبع تالاف سنة سبع تالاف وشيء النبي النبي يملي وعلي وعلي يكتب بخط يده صلوا على محمد وآله محمد الله وعلي 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 الإمام الصاد سلام الله عليه خبرنا أنه كتب علي نوعين نوع الأول اسمه الصحيفة الجامعة هذا لازم تحفظها الشاي مو الصحيفة الجامعة طولها سبعون ذراعا فيها كل شيء يحتاجه الناش في الفقه فاليوم فقهاءنا الله يحفظ الموجودين منهم ويرحم الماضين من يفتون في رسائلهم العملية من هذه الصحيفة لأن صارت بالكتب الأربعة الصحيفة الجامعة والنوع الثاني الجفر الجفر هو إهاب أو جلد ماعز يخلون به صحف حتى تحفظ فإذا النوع ثاني من الكتب اللي هي كتب الملاحم وما يجري بعد النبي من أمور إلى آخر الزمان هاي اللي تقراها أنت في كتاب الملاحم والفتن لإبن حماد سني عند يذكر ملاحم وفتن من ما أخذها بالأخير مرجعها إلى النبي صلى الله عليه وآله بطرق بطرقهم وعبنا كتاب الغيبة للشيخ الطوسي أو الشيخ النعماني النعماني أيضا فيها علامات ظهور الإمام علامات المستقبل أيضا مأخوذة النوع الثاني كتب الملاحم والفتن هل التاريخ يذكر لنا شيء أن الإمام الصادق استخدم هذين نعم صار مؤتمر كل يذكرون مؤتمر بالأبواء سنة مئة و تسعة وعشرين مئة و سبعة وعشرين مؤتمر الأبواء دعا إليه عبد الله ابن الحسن ابن الحسن المثنى كان عند ولدين إبراهيم ومحمد المعروف بالنفس الزكية مجتمعين عبد الله هو ذاك الوقت أسن رجل في بني هاشم وهو مصدر الموقف قال يلا بايع ابني هذا هو المهدي فالإمام الصادق حاضر قال مو هذا ابنك المهدي هذا واحد كان من مبايعة العبد الله أو ابن عبد الله محمد للنفس الزكية كان مبايعة أبو جعفر المنصور وأبو العباس السفاح خلص يعني يعني الأمر كله صاير مطوي لولد عبد الله بن الحسن المعروف السادق قال اسفح هذا مو زمان المهدي وقال الواحد قريب عليه قال وأن نجد في كتبنا أن هذا لصاحب القباء الأصفر يقتل هذا أن الملك لهذين أشار إلى أبو أبو جعفر وأشار إلى أبو العباس السفاح وقلل عبد الله طبعا بالرواية تقول أنه عبد الله قال ليه ما مصادق وأسن عمره سبعين سنة قل حسد منك الولدين طبعا أنا هاي الرواية كون حسد عبد الله بن الحسن يذكر هذا مشكوك بي لأن هذا رجل عالم فاضل وأن ما هاي من الزيادة أكو زيادة جتب الرواية لذلك إحنا ما يصير من نقرأ أي كتاب أي رواية نصدق بها لابد نروح نعرضها على الروايات الأخر وعلى الخبراء في كل علم أكو خبراء خبراء الفقه في دروس بحث الخارج وأكو خبراء الرجال في الرواية التاريخية وفي الرواية التفسيرية ظواهر الأمور تقول فعلا أن اللي رح يصد للأمور محمد بن عبد الله بالنفس الزكية و إبراهيم لكن ما مصادق يقول خلاف الأمور يقول هذا أصلا ما يصير واللي رح يصير ترى هذول بن العباش رح يجيو خلاف نين لك هذا العلم يا ابن رسول لا قال هذا من الجفر والجامع نحن عدنا عدنا كتب بيها ذكر الغيب خوش فالسلام صار عدنا شكل واضح أنه عدنا مؤسس الشيعة الجعفرية وعدنا مؤسس الأشعرية مؤسس لمبهب العقيدة اللي يدين بيه مليار مسلم سني هل ظهر وين في سنة 300 ظهر وقبل في فوضة والإمام الصادق سلام الله عليه توف في سنة 148 وهو يقول آني ثروتي ما كتبه علي وصلت إلي أروي عن آبائي أنت يا مسلم المن تأخذ عقيدتك من ينتأخذ فقهك من ينتأخذ هذا يمك بعد بهالمقدار أنا أكتفي لأنه وراي حكش هواية والأخ أشار إلي أنه الوقت يعني أوشك أن ينتهي أكو رواية للنبي لا هذا بعد أكو رواية للنبي صلى الله عليه وآله هي رويها الحاكم النيشابوري أحذركم سبع فتن يقول الخامسة تأتي من المشرق فتنة بني العباس ليش فتنة لأنها غيرت العقائد منه وقفوا قبال هاي الإمام الصادق وستة من أولاده السادس القائم يعني سبعة أم سبعة أم وقفوا في قبال فتنة بني العباس فتنة بني العباس أنتجت شي اليوم مليار مسلم سني نتاج العباسيين في المعتقد وح أقرأ كل شي ترى على الإنترنت واضح ندطيك الخطوط العريضة اكتب على الإنترنت أبو الحسن الأشعري ينطيك العشي كله تماما الآن اللي ما راح حصل هو هذا الإمام الصادق سلام الله عليه في قبال فتنة بني العباس فتنة بني العباس استمرت إلى سنة ستمية وستة وخمسين هجرية يعني أربع من مية وثين وثلاثين إلى خمسمية إلى ستمية وستة وفمسين يعني فتنة خمسمية وخمسة وعشرين سنة استمرت دولة بيدها تحكم الشرق والغرب وتتبنى فكر معين أكبالهم منه إمام الصادق سلام الله عليه والستة من أولاده سادسهم السابع القائم رواية جدا جميلة تؤثر عن الإمام الصادق سلام الله عليه في تفسير قوله تعالى فهذا بحث مفصل إن شاء الله سيصير فرصة ونتحدث عننا يقول ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم يقول ظاهرها سورة الحمد سبع آيات وباطنها ولد الولد ولد الولد مطلقا اهدعش إمام إذا ولد الولد لأنه الحسن والحسين وتسعة من ذولية الحسين اهدعش عليم مو ولد الولد يعني ولد ولد فاطن سلام الله عليه إمام الصادق سلام الله عليه يقول في رواية عبد الرحمن يونس بن عبد الرحمن باطنها ولد الولد أول قال نحن ولد الولد والسابع وشابعهم القائم يعني من الإمام الصادق إلى القائم سبع أمة هذول هذول الأئمة السبعة اللي يبدأون بالإمام الصادق عليه السلام وينتهون بالمهدي سلام الله عليه هم باطن سورة الحمد من يقول ظاهرها في الحمد وباطنها في ولد الولد شنو هالإفراج والإفراد للإمام الصادق ويا ستة يعني هاي السبعة أمة شنو الميزة الميزة ما يلي أن الذي وقف أمام فتنة بني العباس وخلانا نصير شيعة إثنى عشرية شيعة جعفرية هو الإمام الصادق سلام الله عليه والستة من هذا كل اللي دشفو اللي انتهى اليوم إلى أعظم مرجعية في دنيا الشيعة وفي العالم نحن اليوم عندنا مرجعية بصراحة ما لها نظير على مستوى القوة في تاريخ الشيعة هي مرجعية السيد السستاني هذا إثراج لهذا الكيان لهذا العمل اللي بدأه الإمام الصادق عليه السلام يهمني هنا أن أعرض خطة الإمام الصادق عليه السلام في مواجهة فتنة بن العباس هل هي خطة شخصية لا أبدا خطة إلهية لأنه أترون أن الموصي منا يوصي إلى من أحب إنه عهد معهود من رسول الله إلى شخص فشخص الشيعة هو الإمام الصادق عليه السلام أول خطوة طبعا فتنة بن العباس معروفة أن الأقرب إلى رسول الله هو العم مو بن البنت هاي فتنتهم ووضعوا أحاديث من أجل تعميق هذه الفتنة هاي اثنين أن الوصية لعلي مو وصية حقيقية من النبي وأنما جاء بها يهودي هاي روجها من هو روجها روجها العباسيون أهم فكرتين باطلتين وأن المهدي يولد في آخر الزمان ما هي خطة الإمام الصادق سلام الله عليه أولا التقية الإمام الصادق من مية وثنين وثلاثين إلى مية وثمان واربعين استخدم التقية بشكل عجيب بحيث لا واحد من أصحاب يمر ويقول سلام عليك يا ابن رسول الله يتأذى مننا أنه ما يريد تنعرف هذه العلاقة يقولهم فلان ما أحسن سلم عليك حتى حتى يحافظ على الكيان الشيعي لأنجزوا من الشيعة بالدولة وإذا عرفوا رح يقتلون وبالتالي يلقطوهم واحد واحد الدولة أفتت بأن يقتل كل شخص يعمل بفقه جعفر فإذا كنأكو تقية أي واحد التقية اثنين إمام الصادق راملة ولده الكاظم سلام الله يلا أنت تفضح هذول من خلال الوقوف بوجه طاغيتهم هارون طاغية هارون شي سموه بالمدارس سموه الرشيد وما برشيد وما برشيد طاغية ظالم أنجس مما تعرف من الطغاة شلون الإمام الكاظم هو قفق باله جاي هارون ويا القادة مالتا دايزورون النبي صلى الله عليه السلام عليك يا ابن العم يفتخر أنا هذا صاحب القبر ترى ابن عمي يقولهم للقادة يفتخر لو ما يفتخر طبعا يفتخر تقدم الإمام الكاظم عليه السلام يا ابن رسول الله متقية أكو قلت شلون هيتش تحتي السلام عليك يا ابن العم السلام عليك يا أبه قال وجه هارون تغير قال لي من يقول أنت شلون شنو الدليل أن أنت ولده هو أبوكم قال لي إذا صاحب هذا القبر قعد وخطب منك تنطي لو ما تنطي قال لي أنطي وأفتخر قال لي يصير يخطب مني قال لي لا ما يصير إذا أنت بني ابنته مو سياستهم خلاف هذا أن الأقرب العام مو ولد العام مو الأقرب بنوا البنت فالإمام الكاظم عليه السلام وقفوا قباله وكسر شوقت شوقت كسرها شي سموا بالشعبي الكسر شنو كسر ها بعد تعرفون أنتم ما أستخدمها سيا هذا رح يقول راحة ما يقول راحة ماكو بمجرد أن انتهى المجلس الإمام بالسجون يا ابن رسول الله مؤكو تقية قال أنا مأمور من أبي من رسول الله من الله أن هذا أكثر ظهر أمام القادة مالته وخلي أستشهد الله تعالى يعلي شأن الشهادة كما أعلى شأن الشهادة عند الحسين وتعالوا شوفوا سنويا بغداد بيت مان بيت الإمام سلام الله تعالوا وراها بقدرة قادر رئيس الدولة يقول الإبن الإمام الكاظم تعال أسويك ولي عهد ما عدا مما بدأ هذه ظواهر شبيرة كل شيء شبيرة والنوب يجبر الإمام قال لك قال لها عم يسا أنت أنا وين الشغلنا وين وانا ندري وين ترمي طبعا الله ابتلى هارون ولد الأمين والمؤمون دخلوا في حرب طاحنة ذهب ضحيتها الآلاف قال علويين موجودين ولد الحسن سلام الله عليه ثوار ولد الإمام الكاظم ثوار اشتغلوا الفرصة فبزمن يعني سنة ميتين واثنين منه زيد ابن الإمام الكاظم يسموه زيد النار بالبصرة ما أخذها للبصرة ليش سموه زيد النار لأنحرق دور بن العباس بالكوفة بالحجاج أولاد الإمام الكاظم ثلاثة أربعة وزيدية من أولاد الحسن سلام الله عليه صارت البلاد كل هبيد العلويين تماما الكوفة البصرة الحجاج مكة وهذا وزراء قال له للمؤمن قال له ترى ما قالها تشارة إلا أن تجبر علي الرضا تقول تعالي ولي عهد صلي حتى هذول ينسح بالبصاط من تحت إيديهم تتائرين على سلطة هل أقبالكم هاي السلطة لكم هذا ولي عهد جاءنا الإمام شي سبوا هنا يقبال وهاي خطة وارحة ماكرا يرفض رح يبقى العذاب علي من رح يبقى العذاب على الشيعة شخص يعرف أنه يتوضى وضوء جعفر بن محمد يقتل من سنة مئة وثمانية واربعين بحيث جعفر قال لهم أبو جعفر الدوانيق قال لهم شوفوا لي المن وأوصى جعفر وقتلوه وإمام جعفر يعرف هاي الشكل فذلك أوصى إلى موسى الكاظم وأوصى إلى أبو جعفر المنصور وأوصى إلى حميد وأوصى إلى خمسة قال من يقدر نقتل هذول فوت الخطة عليه لكن باقي استضعاف ياه اللي يعمل بفقه جعفر يقتل هنا لإمام اجت ذهنة مو بذهنة مو فكر شخصي فكر الخطة الإلهية قال خلق اطلع اعتراف رسمي من الدولة أن تعترف بمذهب جعفر كمذهب خامس حتى بعد الذي يتوضأ وضوء جعفر بن محمد ما يقتل وهذا صار فخمسين سنة من العذاب من التقية الإمام أنهاها فصارت سنة مئتين واحد اعتراف رسمي من الدولة بالمذهب صاروا يعلنون عن أنفسهم يصلون سلام مرتاحين الوضوء مرتاحين وهذا المكسب نوعي هذا المكسب النوعي حققه الإمام الرضا سلام الله عليه بولاية العهد المأمون خبيف عنده وزراء خبثاء قال له له خلص بعد ندس السم إلىه ونتخلص منه الإمام الرضا سلام الله عليه عمر 42 سنة ما عنده ولد في هالمعمع اقبال بن العباس يعني رح يبقى كامل شبابه وحيويته لو كل شيء بيصير شيء صاروا عمره 42 سنة مثل زكريا واشتعل الرأس شيء حتى عيره قال له لأنت إمام عمرك 42 سنة ما عندك ولد قال سيولد لي ولد تكون ولادته أعظم بركة على الشيعة لما ولد الإمام الجوال قال هذا الجوال أعظم بركة على شيعة تعال شوه صار عمره تسع سنين دسوا السم لأبيه اتصوروا العباسين المأمون وجلاوسته قال له لك هذا الطفل شي سوي وإذا هذا الطفل يعلن بعد تجهيز أبيه شأعلن كان الإمام سلام الله عليه في المدينة وأبوه في خراسان قاعد ويا وجوه شيعة أبيه قالهم الآن توفي أبيه قال له لم يجي أحد من خراسان قالهم داخلتني ذلة لم أعهدها من قبل هاي منين هاي الذلة هاي أكو شيء اسمه روح القدس روح القدس في النبي من يموت يصير في الوصي بعده ما يصير بالزهراء الزهراء ما عدها روح القدس وإنما تنتقل إلى علي روح القدس ثم إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم إلى واحد واحد وهذه عدنا في كتاب بصائر الدرجات اقرأوا روح القدس إذا حلت بإنسان شي تسوي فأعلن عن إمامته وهذا هارون المأمون سمع أنه الجواد عمره تسع سنين ويقول إلي أنا خليفة أبي وأبائي تعبيرنا الشعب طار جريشة شنو قالهم وحدة من اثنين إما هذا الولد انصدم أبو وهذا رد فعل وإما صدق خلنشوف جمعوا للعلماء امتحنوا امتحنوا وإذا العالم وإذا ما شاء الله سلام الله عليه فعتموا عليه تحتيم قال لولا لم تصل قريب الدولة مثل أبو كنخاف عليك هي مون خاف عليك هي إقامة جبرية الإقامة جبرية على الرضا سلام الله عليه والإقامة الجبرية على ابنه فذلك ولد الإمام الجواد سنة مئة وخمسة وتسعين وتوفي استشهد طبعا سنة مئتين وعشرين الله سوى مو هذول دي حاربون الله الله سوى تعال شو الله سوى يا عالم يا مسلمين ادرسوا هذه المسألة إما كذب من الشيعة وإما حقيقة إذا هذه حقيقة ادرسوها فإنها تشير إلى أن الحق عد من عند الإمام الصادق وعند مدرسته هاي منبه الشيعة عندهم معجزتان يتصدى للإمامة لأي إمامة مو إمامة سياسية كيان شيعي علمي صاحب افتاء يفتون تشعي سنين عمره والدولة بها علماء ومذاهب تعال ادرسوا كيف مقصرين احنا هنا وين مؤتمراتنا اللي يتعرف بإمامة الإمام الجواد وأنه تصدى بعمر تسع سنين مؤجزة لو كذب الشيعة يكذبون ولذلك هذا المسكين أحمد الكاتب سارعين به هذا واحد شيعي وارتد قال مو معقول هذول الشيعة هم الصنعوا هاي القرار صنعوا واللطفل عمره تسع سنين معقول يصير إمام هذا كون أكوى قيم عليه معقول يصير إمام فرفض إمامة الجواد ورفض إمامة الهادي سلام الله عليه وإحنا ردينا عليه بكتاب سميناه شبهات وردود ستمائل صفحة تلقى على الإنترنت موجودة تماما هو ما يستفيد هو اللي مخه شي مسين المخ إذا مسين ما أنا ما أعتدي علي لكن هو اعتدى على على حقوق ملايين الشيعة هو اللي اعتدت تماما ولذلك إحنا نواجه بكلمات المهم عندنا أعجوبتان نعرضهما للعالم أجمع خسيد سامي هل عندك أدلة أنه فعلا هذول تصدوا للإمامة واحد من عمر تسع سنين ولآخر من عمر ست سنين هل تعلمون أن الإمام الهادي تصدى لإمامة المسلمين جميعا للإفتاء صحيح اللي حولهم الشيعة علماء الشيعة اللي بيهم من أمثال أبان ابن تغلب وزرارة وأمثال علماء وهذول العلماء ما يحابون تماما ما يحابون فلولا أن يروا في الإمام الجواد وفي الإمام الهادي فعلا أكو علم ما يسلمون إليه يعني ناس متدينين فإذا نحتاج إلى مؤتمرين من أجل إبراز شخصية الجواد سلام الله عليه إمام للمسلمين بعمر تسع سنين وبعمر الثاني عمر ست سنين تعال شوفوا النوبل أكثر من هذا أن الإمام الهادي نسخة طبق الأصل من أبيه كان الجواد أسمر شديد السمرة كان الإمام الهادي أسمر شديد السمرة إذا شكله وجه مدور الإمام الجواد الإمام الهادي نسخة طبق الأصل صدفة كيف يسويها الإمام لهذا شغل إلهي إذن هذه منبهات إلهية منبه على أن حركة الإمام الصادق وولده الكاظم وولده الرضا وولده الجواد وولده الإمام الهادي ثم الحسن العسكري ثم المهدي عمره خمس سنين خمس سنين وصار إمام خل أقول لك الآن السر استمرت الإمام المبكرة 51 سنة إمامة الجواد وإمامة الهادي 34 سنة بصباطع السنة 51 سنة ولد في ظل الإمامة المبكرة جيلان من علماء الشيعة هذولي من يقول لهم ترى الإمام الحسن العسكري يقول لهم ابني عمره خمس سنين رح يصير إمامكم هنا صعب عليهم لو سهل عليهم طبعا تمهيد اللهم أرحم الراحبين من يريد نؤمن بشخص إمام عمره خمس سنين وتشمال غايب من سوفه اللهم يشوفوا مجموعة معينة الله أرحم الراحمين يمهدن تمهيد فإذا عقيدة الشيعة التي رسمها الإمام الصادق وولده وفقه وفقه الشيعة أما الفقه فهو ما كتبه علي وانتهى إلى الإمام الصادق عليه السلام طبعا الدولة عبر عملائها حاولوا ينضعفون الإمام الصادق سلام الله عليه لذلك الإمام الرضا سوى من قل للمأمون قل اسمع أنا أقبل ولاية العهد لكن لا أدخل لا أتدخل في أشغالكم ولا ما يخال فقبلنا بعدين كتب الإمام تحت الإلهام وإن الجفر والجامع يدلان على أن الأمر لا يتم حجيب واحد يسوه لعهد ويكتب بتوقيعه أنه ترى أمود قبل صاحب صاحبكم هذا ما حد يسويها له هذه كتب التاريخ تذكرها إخواني سواء كنتم شيعة أو سنة اقرأوا التاريخ كل شيء موجود في كتب التاريخ اقرؤوا الحقائق موجودة اقرؤوها الأمر الثاني القرآن القرآن ليش قصنا قصة يحيى ابن زكريا وزكريا ماذا قال كاف ها يا عين صاد هاي حروف هل تعلم أنها أرقام روح شوف التوراة بزمن محمد صلى الله عليه واله الإنجيل بزمن محمد صلى الله عليه واله جدول فيثاغورس جدول الضرب بزمن محمد صلى الله عليه واله قبل قبل ما ينولد محمد بيش مكتوبة بالحروف أنا عثرت على جدول الكبار بالسن ما أدري أبو أحمد تذكر هذا الغلاف مال الدفتر مكتوب من واحد إلى عشرة أفقي بعدين من واحد إلى عشرة عمودي لقيتها بالحروف وبالأرقام بالحروف معنى ذلك أن هذه الأرقام الحروف كانت شنو كانت أرقام أرقام دولية لا يختلف للإغريق ولا السريان ولا العبران ولا الآراميون ولا العرب عن قيمتها قيمة واحدة ألف يساوي واحد نون يساوي خمسين قاف يساوي مئة عجيب أي أبجد فإذن هي أرقام عدنا سطر في رواية من روايات أهل البيت في تراثنا يقول ما من حر من هذه الحروف قل لا وإمام من بني هاشم يموت وإمام يقوم عجيب وليت أشتغل عليها شهر حتى ابني دكتور حسين لا زال حي قال بابا ذاك وقت عمرك كان 18 سنة قال بابا ضيعت عمرك ما وصلت النتيجة سبحان الله ثاني يوم يعني على رأس الشهر حصلت النتيجة لأن طبقتها هذه الحروف والآن أطيك المثال كافة يا عنصاد شقد بحساب الجمل 195 من هجر الهجرة هي 195 هجر يسار ولادة الإمام الجوال تعال اقرأ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية تجي القصة تماما مشابهة لقصة الجواد وأبيه الرضا هذه صدفة تعال أكثر من هذا يحيى معرب يوحنان يوحنان كلمة عبرية وروح طلع القواميس اشتلقى بالقواميس يوحنان معنى الجواد معنى الكريم هاي شي معاي واتسقت بهذه الطريقة كل الحروف المقطعة وشي عجيب واقعا عجيب أعلنه للعالم أجمع وإن شاء الله من هذا المكان الطيب بمعونة هذا الشيد الله يحفظ أعلنها للعالم أجمع وأرجو من الله تعالى أن يقبلني داعية صغير معرف صغير بهذه المدرسة الإلهية الحق كل الحق من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي في مدرسة الإمام الصادق سلام الله اللي إحنا اليوم نحتفيه والله حقه علينا أن نقيم له مؤتمرات طبعا مؤتمر للإمام الصادق سلام الله عليه ومؤتمر للإمام الرضا لإمام الجواد للإمام الهادي لأنه يفرضون أنفسهم على العالم خطية مليار مسلم سني ما يعرفون هذه الحقيقة وإلا من توصل إلى يعني تقبل توافقني أنه يبقى مليار مسلم سني مصر أنه لا إلا أعاديهم لا أصلا هو من السوفة يقول ترى عمي والله نحن نحب أهل البيت مثل ما تحب من أنت لي لا نحن لا نكذب بهم لا أختم بكم قطعة من سيرة الإمام الصادق سلام الله عجيب سيرته يا جماعة عجيبة 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 هذه الأيام البشاتين تثمر تمر يلحق والفاكهة الحاق أكيد أكو ناش عندهم بساتين والإمام عنده بستان تعال شوف الإمام من تنضج الفاكهة شي سوي تدرون شي سوي يأمر غلمانه يقول هم ثلم الحائق شام ثلم يا ابن رسول الله إحنا بنينا ليش نثلم قال حتى الناس يجو يأكلون عشم عشم قال أقول حق للناس اثلم بستانك حتى الناس يجو يأكلون ويسوي ما شاء الله شام واحد اليوم من شيعتنا الميسورين اللي عندهم بساتين يسوي هاي الشغلة هاي معروفة هاي من من أحاديث من سيرة الإمام الصادق سلام الله عليه وأيضا أكو سير أخرى هاي واحدة كواضعه الله فاليوم دخل للحمام الشيح نحن اليوم أنا أرد أدخل للحمام زحمة هاي زحمة مو فالحمام إذا أنا كنت عندي إمكانية قل سيدنا أخلي والله أكو أحد الأصدقاء عند حمام قال سيدنا أخليه لك بالكامل ادخل أنت اسمع على رعبك شوفوا روى أبو بصير قال دخل أبو عبد الله عليه السلام الحمام فقال له صاحب الحمام عرف الإمام الصادق قال أخليه لك حتى تأخذ حريتك شوف الجواب قال له حاجة لي في ذلك المؤمن أخف من ذلك شي دل هذا على تواضع عجيب إمام سلام تواضع تواضعوا كما تواضع إمامكم بعد بعد خشيته من أن يدخل الرعب على قلب خادمته عند خادمة واليوم ما شاء الله مشرونا عمعدهم خادمات في كتاب الروضة للكافي يقول دخل سفيان الثوري على الإمام الصادق فراه متغير اللون قال لخير قال لكنت نهيتهم أن يصعدوا فوق البيت للخدم فدخلت فإذا جاري من جواري ممن تربي بعض ولدي قد صعدت في سلم والصبي معها فلما بصرت بي شافتني وأنا ناهيهم ارتعدت وتحيرت فسقط الصبي إحنا شنسوي شنسوي أنت أمو كان الإمام شنسوي أنت تخلي لها سكة وسقط السبي إلى الأرض فمات فما تغير لوني لموت الصبي عجيب عجيب يا ابن رسول الله شنه القلوب هذا وإنما تغير لوني لما دخل عليها من الرعب خافت وأنا أخاف أن هذا الله حاسبنا على هذا الرعب عجيب 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 فقال عليه السلام أنت حر لوجه الله لا بأس عليك لا بأس عليك سويها إحنا ما نسويها هاي أخلاق إمامنا بعد في ملبسه عن حماد بن عثمان قال حضرت أبا عبد الله عليه السلام فقال له رجل أصلحك الله ذكرت أن علي بن أبي طالب كان يلبس الخشم ويرجع ثوبا ويلبس القميص بأربعة دراهم وما أشبه ذلك وما وما نرى عليك من اللباس الجديد ونرى عليك من اللباس جديد أنت ما شاء الله بدلة قيمتها ألف درهم مدرهم أربعة دراهم كان عندهم حرية مع الإمام يسألوا فقال له الإمام إن علي بن أبي طالب كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر عليه ولو لبسه مثل ذلك اليوم شهر به رح يصير شهر الناس فما يلبسه ما نلبسه لأنه يصير شهره غير أن قائمنا إذا قام الله مدير بالك يعني إذا تدور لبس جديد ترى ترى ظهور الإمام ما يفيدك إذا ظهر الإمام لبس ثياب علي وشار بشيرة أمير المؤمنين يأكل خبز يابس ويأكل لبن حموثة ما تتحملها مو عبالة هاي الظلامة في رواية أخرى يقول له هاي الظلامة صارت نعمة وإلا لو كان بيدنا الدولة اسمع يا أهل الدولة اسمع إمامك إن كنت شيعيا من يصير عندك دولة عليك أن تشير بأضعف الناس طبعا اليوم حينما نجد في الطرق أطفال عمره تسع سنين سبع سنين ثمانة سنين أنا أطلع مرات الصبح الفجر وأجي تشوف خي والسواق يسوله لي قالوا سيدنا والله أقول لابني ليش أنتهي قالوا بهذه وأختم عمله في طلب الرزق له ولعياله في الكافي في سنده قال استقبلت أبا عبد الله في بعض طرق المدينة في يوم صائف شديد الحر شاف الإمام مش لونه شايد بسحاوي يشتغل والعرك يصبب قلت جعلت في ذاك حالك عند الله عز وجل أنت إمام وقرابتك من رسول الله وأنت تجهد نفسك في مثل هذا اليوم قل يا أبا عبد الأعلى خرجت في طلب الرزق لأشتغني عن مثلك هذا الإمام إمام نحن اليوم هذه الظواهر لا نستطيع عليها صراحة إمامك إذن نحتاج إلى دراسة سيرة الأئمة عليهم نخليها أمامنا دستور حتى نستفيد منها رزقنا الله وإياكم أن نعرف بأئمتنا الإمام الصادق سلام الله عليه والشتة من ذريته بما يليق بهم بما حباهم الله تعالى من أدلة إلهية أدلة إلهية لا غبار عليها تماما سووا مقارنة بين قصة زكريا ويحيا راح شوف عجيب قصة الإمام هائل إمام الرضا والإمام الجوهات عجيب وهكذا القرآن يتحول بهذه الحروف المقطعة إلى تواريخ عجيبة والحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة